السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة اليوتيوب قنسي قانت اليوم رح ناخد الفقرة الاولى من المستوى الثالث اللي هي the history of computer تاريخ الكمبيوتر رح ناخد شرحها واسئلة عنها وشو هي الفقرات اللي كانت تيجي بالوزارة او تركز الاسئلة لها رح ناخد هسا اول فقرة اول فقرة when you are using a computer لما نستخدم الكمبيوترات think about the technology فكر بالتكنولوجيا that is needed for to work اللي منحتاجها للعمل people have been using type of computer of thousands of years كان الناس تستخدم الكمبيوتر منذ الاف السنين a metal machine was found in the seabed in Greece that was more than 2000 years old اللي هي الآلة المعدنية اللي وجدوها في seabed seabed اللي هو قاع البحر in Greece في اليونان that was more كانت اكثر من الفين سنة it's believed that the first ever computer كان يعتقد انها هي اول جهاز كمبيوتر طبعا مهمة جدا هاي the first ever computer هنا اجت في سؤال وزاري هذه الجملة طبعا اول ما بشوفها الجملة بكتب اللي قبلها اللي هي a metal machine that was found in the seabed in Greece that was more than 1000 اللي هو بدو نقطة بس الجملة اللي هو اللي بتحكي عن اول جهاز كمبيوتر في العالم الفقرة الثانية in the one thousand nineteen forty اس اللي هي حقبة الاربعينيات كاملة التكنولوجيا had developed enough for inventor to make the first generation for middle computer انه فترة الاربعينات من القرن العشرين تطورت التكنولوجيا بما يكفل تسمح للمخترعين بصناعة الجيد الاول من الحواسي one such model was so large يعني هاي صفات الكمبيوتر الاول الكمبيوتر اخترعوا so large كبير جدا that is needed a room محتاج اضغور في واحدة that was one hundred sixty seven square meter took accommodate it كانت مساحته 1167 متر مربح لتستوعب هذا الجهاز طبعا هاي من dis advantage سيئات واجت في امتحان وذاري during the decade خلال هاي الحقبة طبعا مهم جدا النقطة الاولى اللي هو صفات الجهاز النقطة ثانية بتبلج من during the decade خلال الحقبة الاربعينات قصده centers in England development the first computer program اخترعوا اول برنامج كمبيوتر took 25 minutes كان ياخد 25 دقيقة to complete the calculation لاستمام اول عملية حسابية طبعا في عام 1958 CE the computership was development يعني اذا كتبوا التاريخ وين راح نقطب عام 1958 اللي هو انهم اخترعوا اشتريها the first computer game was produced in 1962 اول لعبة كمبيوتر اخترعوها في عام 1962 full of years later هي مهم جدا full of years لانه ممكن تجينا بالامتحان وزاري 1964 مش مذكورة بس مذكورة انه التبع حسنتان buy computer mouse اللي هو الكمبيوتر ماوس اللي هي الماوس في عام 1971 the flop desk was invented اخترعوا الفلوب ديسك which من هذا يعني that information could be short between computer انه صارت المعلومات تتشارك بين الكمبيوترات the first PC the PC اللي اختصار the personal computer الحاسوب الشخصي امتج was produced in 1974 في عام 1974 so people could buy computer to use atom صارت الناس تستخدم الحواسيب في المنزل كل تاريخ جنبه الاشي اللي منتج فمهم جدا هاي التواريخ في الوزارة يعني رح يكتبوا لكم التاريخ وانتوا تكتبوا شو صار في هذا التاريخ وخاصة فلو 2 years later مش مذكورة التاريخ ممكن يذكر لي عام 1984 وانتوا تشتري اللابتوب لأول مرة ثم في عام 1913 ستشتري اللابتوب لأول مرة ثم في عام 1919 بريتش سينتس تيم بيرنر لي اخترع العلم البريطاني تيم بيرنر لي اللي هي الشبكة العنكبوتية World Wide Web اللي هي WWW It was until 2007 عندما ظهرت جيل الهواتف الذكية Today most people use their mobile phone everyday الناس يستخدم الهاتف النقال او الهواتف الذكية بشكل يومي طبعا كل تاريخ مهم لانه كل تاريخ جنبوا الحدث اللي صار فيه وركزوا على التواريخ طبعا الفقر الاخير مهم جدا للطلاب ممكن انا قطالب استخدمها بالكريتكالثنكين التفكير الناقض عن عبارة عن مجموعة الافكار اللي احنا حكيناها بالفقرة شوفوا الشرح What will happen in the future شروح السريعين بالمستقبل You can already buy watches which can do the same as mobile phone نشتري ساعة بتعمل عمل الهواتف الذكية A scientist have also developed glasses that are capable of doing even more than this اخترع العلماء او طور العلماء نظرات لديها القدرة عن القيام باكثر من ذلك Life is going to see further change in the computer technology ستشهد الحياة تغيرات اكثر في تكنولوجيا الحاسوب It's unlikely that the expects of everyday life will rely on a computer program From how to travel to how our home are heated الحاسوب عن طريق سفرنا وحتى كيف يتم تدفئت بيوتنا طبعا هاي مجموعة اسئلة مقترحة ووزارية اجت على الفقرة وهاي هي اجوب عليها شكرا للكم